قضاء القرنة شمالي البصرة واحد من أكبر أقضية المحافظة يعاني من نقص كبير في الخدمات ولم تنفذ المشاريع المقرة فيه رغم رصد الأموال اللازمة لها مواطن القرنة انتقدوا آلية عمل الشركات المنفذة سيما لمشروع الصرف الصحي مستوى العمل صفر ماكو أي نجاز بالعمل ماكو أي نجاز ماكو دفن بأنقض وبنفايات وانتم ترحون حتى البايب اللي دافنا تحفرونه وتشوفون شين اللي جوا هذا صفر بصفر من 2019 ولا حد لا ماكو أي نجاز بالعمل هذا يعني ملينا مشروع مبلغ 600 مليار يعني يبني محافظة مو والله يشتغل مجاري مع المشروع مع القضاء عجبة شوف الدنيا وين اتطورت الدول وين وصلت وكان رئيس الوزراء قد وجه خلال زيارته الأخيرة للبصرة بتشكيل لجنة بعضوية الجهات ذات العلاقة لمتابعة مشروع الصرف الصحي وتوضيح أسباب تلكؤه ستشكل لجنة متابعة بقيادة قايم مقام قضاء القرنة واعتقد دائرة الماء والمجاري والبلدية ومتابعة عمل هذا المشروع إن شاء الله من جهتها وعدت رئاسة مجلس المحافظة بسحب العمل من الشركة المنفذة ومحاسبتها في حال استمرار تلكؤ تنفيذ المشروع نحن بالنسبة أننا قادرين إن شاء الله على سحب العمل وبدون تردد لأنها مصلحة ناس ومصلحة أهنة وأيضا نتمنى أن هذه الشركة يكون لها بصمة في منطقة القرنة حتى تشجعنا أن نعطيها أعمال أخرى ولكن إذا بقت على هذا المستوى لا نسحب العمل وبدون تردد وخصصت حكومة البصرة المحلية قرابة 700 مليار دينار من موازنة المحافظة لمشروع القرنة الكبير ولم يصدر بعد أي توضيح رسمي من الشركة المنفذة عن سبب تلكؤ تنفيذ المشروع ويطالب الأهالي الذين تظاهروا لمرات عدة بسحب العمل من الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي وبتدخل هيئة النزاهة والقضاء ويتحدثون عن وثائق تشير إلى هدر كبير في الأموال المخصصة لتنفيذه نجح العابد الحرة البصرة